الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده أين من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله ونرى يقوم من آياتنا إلا هو السميع البصير وآتينا موسى الكتاب وجعلنا مهدنا لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دور يحيينا يرينا ما اتحملنا مع نوحي إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتحسبن في الأرض مرتين ولتعدن عدوا كبيرا فإذا جاء وحد أولا هو بعثنا عليكم عبادا لنا ببأس من شديد فجاس فجاس وتعاليكم وأمددناكم بأموال الله ومنين وجعلناكم أكثر نصيرا إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلذا فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء جرهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما عليوا تدبيرا عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدوا عدنا وجعلنا جهن دمر الكافرين حصيرا إن هذا القرآن يهدين لكي هي أقوى ويمشر المؤمنين الذين يعمدون الصالحات لأن لهم أجوا كبيرا وأن الذين لا يحينون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشرع دعاءهم الخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار البصرة وليتبروا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا وكل إنسان ألزبنا وطائره في علقه ونفقد له يوم القيامة كتابا من يبقاه من شورا اقرأ كتابك كفى بلفزك اليوم عليك حسيما من اهتدى فإنك